أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احذروا فهذا الذنب لا يغفر في يوم عرفة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من المعلومة حبيبي أن يوم عرفة هو أعظم أيام السنة على الإطلاق فهو اليوم الذي يغفر الله فيه ذنوب العباد بل ويعتق رقابهم من النار بل ويباهي الملائكة بهؤلاء الحجيج أسأل الله أن يجمعني وإياكم في عرفات العام المقبل اللهم آمين قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما من يوم أكثر من أن يعطق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء بل وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة لغير الحاج بفضل الله سبحانه وتعالى يكون سببا في مغفرة ذنوب سنتين كاملتين ففي الحديث اللي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومع كل الخير اللي ذكرت ده كله فهناك ذنب لا يغفر أبدا في يوم عرفة ألا وهو مظالم العباد عفان الله وإياكم بقول للإنسان الذي أخذ أموال الناس وحرق قلوب أصحابها على ذلك المال ولم يعطيهم المال بل ولم يرد إليهم المال ولم يرد أن يرد إليهم المال أوعى تفتكر أن الصيام يوم عرفة أو حتى وقوفك مع الحجيش في يوم عرفة أوعى تفتكر أن ده هيغفر الزنب ده لا ده مظالم عباد لا يغفر أبدا إلا بالتحلل من تلك المظالم وهو عتفتكر أن الغيبة وأنه تجيب سيرة الناس بالباطل أو حتى تجيب سيرة الناس بالحق بما يقرهون بأنك توصفهم حتى لو كان بما هم فيه يعني وهو عتفتكر أن كل ده بيتغفر في يوم عرفة وهو عتفتكر أن السعي بين الناس بالنميمة لإشعال نار الفتنة بين الناس أن ده ممكن يتغفر في يوم عرفة وهو عتفتكر أن تفريق الأزواج والسعي لخراب البيوت وتفريق الزوج عن زوجة وتخبيب المرأة على زوجها أن ده بيتغفر في يوم عرفة وهو عتفتكر أن اللي عمل سحر الإنسان وأزاه في زوجته أو صحته أو أولاده أو أمواله أن ده بيتغفر في يوم عرفة وهو عتفتكر أن قذف المحصنات وتشويه سمعة الناس بيتغفر في يوم عرفة كل ذية مظالم مظالم بين العبد وبين أخيه فدي كلها تحتاج إلى أن نتحلل من المظالم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ما شاء الله لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عافان الله وإياكم فإحنا في غنى عن هذا عشان كده جات وصية النبع للسلام قال كما عند البخاري من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار التعامل هناك بالحسنات والسيئات يجي الإنسان يوم القيامة يلاقي ما شاء الله جبال حسنات بس يلاقي ناس ما هوطينه من كل ناحية مين أنتم ده يقوله أنا أنا اللي اغتبتني محتاج شوية حسنات والثاني يقوله أنا سعيت بيني وبين أخي بالنميمة وأشعلت نار الفتنة بيننا عايز حسناتك والثالث يقوله أنت قضفتني وقلت عني كلام مش فيه والربعة تقوله أنت شوهت سمعتي وقضفت إنسانة محصنة عايز حقي والخامس يقوله أنت ضربتني والسبع يقوله أنت قتلت أخي والثاني وهكذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسنتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت علي ثم طرح في النار فيوم عرف مغفرة الذنوب اللي بينا وبين علام الغيوب سبحانه تعالى أصرت في حاجة أزنبت في حاجة بصيت على حاجة غلط عملت حاجة غلط عيازا بالله بينك وبين ربنا أو بينك وبين ربنا فالمغفرة قريبة كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى قال جل وعلا في الحديث الكدسي الذي رواه التلمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ما شاء الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم ده كل ده في الزنوب اللي بيننا وبين ربنا سهل جدا الرجوع والتوبة لكن المشكلة في المظالم اللي في حق العباد إن أنا أخذ من واحد فلوسه وحرق قلبه على المال ده وقوله مش هرجع لك فلوسك أو زي ما بعض الناس عيازين بله بيقولوها بكل تبجح يقوله أعلم في خيلك ركبه لا الموضوع مش كده الموضوع فيه مظلمة هنقف في يوم الايامة بين يدي الله سبحانه وتعالى هيجع علينا رمضان وهيجع علينا يوم عرفة هيجع علينا مواسم عظيمة للمغفرة فلا يغفر لهذا الظالم يعني عليم ظالم هو بيدعي بيقولي يا رب اغفر لي وفيه مظلوم بيقولي يا رب انت املي منه فدعوة المظلوم لا ترد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال جل وعلا وقد خاب من حمل ظلم وقال جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي سبحانك يا ربي وكم من نقمة نزلت على ظالم بسبب دعوة المظلوم دعوة المظلوم لا ترد ولو كان كافرا نعم لو ظلم مسلم كافرا فدع الكافر على المسلم لا استجاب الله دعاء الكافر على المسلم تخيروا حضراتكم فالموضوع سمحوني أنا بتكلم وأنا يعني 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 في منتهى الحزن لأن المظالم كترت أهو بين الناس في هذا الزمان وناس كتير لا تأبأ ولا تعبأ بالمظالم لا ده المشكلة ده بينك وبين ربنا الزلوب سهل جدا تغفر بفضل الله بل وتقلب إلى حسنات إنما المشكلة الكبيرة إن ربنا ما بيغفرش المظالم وإنما يكلوا أمر التسامح والمغفرة فيها للمظلوم هو اللي يسامح إما إنه يتنازل عن المظلمة وإما إنه ياخد حقه يتردلو حقه يا إما يقولك أنا سامحتك ومش عايز أي حاجة بالمرة فعشان كده لازم ناخد بالنا من مسألة المظالم مسألة في غاية الخطورة يا حبيبي فلازم نتحلل من المظالم عايزين تفوزوا بيوم معرفة قبل يوم معرفة لازم نتحلل من المظالم اللي عليه فلوس يرد الفلوس طب مش قادر يا شيخ محمود معيش خدت الفلوس وصرفتها وما معيش روح لصاحب المال وقل له سامحني والله العظيم أنا مقصد حاجة لكن ظروفي معلشتي والدنيا متعسلة معايا وهتفع لك كل شهر مبلغ كذا والله العظيم ممكن يكون إنسان صاحب مراويلك خلاص مسامحك وأنا مش عايز الفلوس ومسامحك أمام الله في الآيام المفترجة دي طب لا حتى لو ما سامحش هيقولك خلاص ما فيش مشكلة ما دوم تناوي تردني الفلوس ولو حتى على سبيل التقصيد فأنا مسامحك بتقول أنت مدينه مبلغ مثلا إيه عندك عشرة ألف ادي له ألف تمام ادي له خمسمية وقول له كل شهر خد مني ألف مثلا أو كل شهر إيه خد مني خمسمية حسب ما يعني يعني مهم إن أنت تراضي بأي طريقة طيب حد اغتابته ومش فاكر اغتاب تأدي إيه من الناس ما تروحش لحد نما فقط ادعرهم واستغفر لهم تقول اللهم مغفر لي ولكل ما أنا اغتابته اللهم مرحمهم يا رب اللهم موسع أرزقهم اللهم مفارش كروبهم اللهم مجعلوا من أهل الجنة ويا حبذا لو أعملت الصدقة الجارية ولو بسيطة تمام في أي مسجد في أي حاجة يعني في بئر ماء في مية شرب أي حاجة تمام ولو بمبلغ بسيط جدا بنية إن يروح أجرها لمن اغتابتهم سعيد بن نميمة بين اتنين روح يصلح ما بينهم قبل يوم عرفة تمام وقول لهم سمحوني والله في لحظة ضعف عملت كده لكن والله أنا آسف أنا بعتذر تمام قذفت إنسان أو سوهت شوهت سمعت إنسان روح روح إيه قول عكس الكلام والله قلت لكم إنه كذا لا هو مش كده ده أنا اللي قلت كده من عندي وأنا سمحوني وإلى غير ذلك اغتابت إنسان وقلت عنه كلمة وحشة قول في نفس المجلس أو لنفس الناس كلمة طيبة عنه قلت إنه بخير قلهم لا إنسان مش بخير ولا حاجة ده إنسان محترم وإنسان كريم أنا اللي كنت فهم غلط وسمحوني وإلى غير ذلك المهم نلحق نتحلل من المظالم قبل يوم عرفة لإن يوم عرفة ده مغفرة الذنوب اللي بيننا وبين ربنا إنما المظالم لا تغفر أبدا في يوم عرفة إلا إذا تحللنا من المظلمة أو سامحنا صاحب المظلمة سمحوني النهاردة كان لازم أنبه على المسألة الخطيرة دي عشان ناخد بنا لإني خايف عليكم ورب الكعبة خايف الإنسان يتعب وعبادة وصيام وقيام ودعاء وذكر وكرآن وماشا الله وجهد وهو ظالم الناس هو واكل حوقهم وهو في النهاية يلاقي نفسه مضيع نفسه بنفسه كأنه يعمل كل العمل الصالح ده عشان يهدي حسناته لمن ظلمهم طب وليه إحنا بحاجة لأي حسنة ده ممكن يتوقف دخلنا الجنة يوم الإيامة على حسنة أسعى الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من المظالم وأن يجنبنا ظلم العباد بل حتى ظلم الدواب فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض جمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا ترجمة نانسي قنقر